موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في فضائية العراق التربوية وفي درس جديد من حل أسئلة الأسبوع الرابع للصف السادس بفرعه الأحيائي والتطبيقي طبعا طلبتنا العزاء بهذا الأسئلة سنتناول الفصل الثاني اللي هو الحث الكهرومغناطيسي وبداية أشكر جميع الطلبة اللي راسلونه وبعثوا بأجوبتهم عن هذه الأسئلة وأتمنى من الطلبة جميع الطلبة المشاركة لما بفائدة علمية لهم فننتقل الآن إلى عرض بعض الأجوبة النموذجية لأسئلة الأسبوع الرابع من مادة الفيزياء للصف السادس الأحيائي والتطبيقي طلبتنا العزاء إحنا قلت لكم جتنا هواية أجوبة من الطلب العزاء نستعرض بداية بعض الأجوبة من الطلبة من الطالب عباس ياسين من إعدادية الجزيرة للبنين من تربية نينوة وكذلك وردتنا أسئلة العفو أجوبة كثيرة من بعض الطلبة بس ما يسمحنا الوقت عرض جميعها فأخذنا بعض الأجوبة وأيضا من الطالب سما ناجي بداية نرجع إلى سؤالنا كان بالأسبوع الرابع السؤال يقول أنه ماذا يحصل لو ماذا يحصل لو جسيم مشحون بشحنة موجبة كيو موجب عندما يتحرك بسرعة في باتجاه عامودي على خطوط مجال كهربائي منتظم طلبتنا الأعزاء نحن بهذا الفصل نتناول الحث الكهراء المغناطيسي بداية أريد أن أبه الطالب أنه عندي مفهومة فيزيائية لازم أعرفها بداية هذا الفصل اللي هو الفيض المغناطيسي اللي فاي واللي هو عدد الخطوط المغناطيسية ووحدة قياسها الويبار وكذلك مفهوم كثافة الفيض المغناطيسي اللي هي عدد الخطوط المغناطيسية لوحدة المساحة الآن نحن عندنا هذا السؤال أنه جسيم مشحون قذفنا بصورة عامودية على مجال كهربائي هذا شون حيصرف الجسيم مشحون طبعا طلبتنا الأعزاء أنه المجال الكهربائي ناخذ عندي هذا المجال الكهربائي يكون عندي مثلا هذا الموجب وهذا السالب وهنا عندي خطوط المجال الكهربائي من الموجب إلى السالب فعند قذف الجسيم المشحون كيوموجب بصورة عامودية حيتأثر بقوة كهربائية مقدارها F E وبمستوى شون يكون مستوى طبعا طلبتنا الأعزاء يكون مستوى موازي لخطوط المجال الكهربائي هاي الشحنة كيوم هذا المجال الكهربائي الأصلي وهذه عندنا هنا من أقذفها بصورة عامودية حيكون بشكل موازي لخطوط المجال الكهربائي إذن طلبتنا الأعزاء عند قذف الجسيم المشحون بشحنة موجبة في مجال كهربائي إذن يتأثر بقوة كهربائية مقدارها Q في E طبعا F E هي القوة الكهربائية و Q الشحنة و E المجال الكهربائي شون يكون شكله؟ حيكون شكله موازي لخطوط المجال الكهربائي ودائما من الموجب إلى السالب أعزاء الطلاب لأن شحنتنا موجبة أما إذا شحنتنا سالبة فهتكون اعتيادي هتكون تتنافر مع لوحة السالبة وتروح باتجاه الموجب يعني طالبنا العزيز طلبتنا الأعزاء أريدكم تركزون على نوع الشحنة إذا كانت موجبة هتكون باتجاه المجال أما إذا كانت شحنة سالبة هتكون بعكس اتجاه المجال كاتجاه لكن شكلها أيضا لكون موازي لخطوط المجال الكهربائي ومقدارها نفس مقدار القوة اللي هو Q في E Q مقدار الشحنة و E المجال الكهربائي إذا صارت واضحة طلبتنا الأعزاء أنه عند قذف الجسيم المشحون في مجال كهربائي بصورة عامودية سيتأثر بقوة كهربائية مقدارها Q في E ويكون شكله بمستوى موازي لخطوط المجال الكهربائي ننتقل إلى السؤال البعد السؤال البعد يقول ماذا يحصل ماذا يحصل لجسيم المشحون بشحنك يوموجب عندما يتحرك بسرعة V باتجاه عامودية على خطوط مجال المجال المغناطيسي منتظم نحن طلبتنا العزاء دائما نعرف أنه المجال المغناطيسي ينبع من الشمال وينتهي بالجنوب وأيضا عندي أنه عندي المجال المغناطيسي احتمال يكون داخل إلى الورقة ونعبر عنه بكروس ويكون احتمال خارج من الورقة ونعبر عنه بدوت في هذا السؤال عندي يقول إذا قذفت الجسيم المشحون بصورة عامودية في مجال مغناطيسي إذن دعونا نقول هذا هو المجال المغناطيسي اللي كثافت فيضه به ما دام كروس إذن هاي النقطة داخلة إلى الورقة دائما باعتبار هذا هو المجال المغناطيسي داخل إلى الورقة إذن عند قذفة الجسيم المشحون بصورة عامودية حيكون اتجاه هذا الحركة فحيكون عندي هذا التجاه شنو الإبهام اتجاه القوة المغناطيسية إذن إذن معناته هاي باعتبار الشحنة كيو موجبة وعدي هنانا هاي الشحنة كيو دا تتحرك بالسرعة ذي بهذا الاتجاه الحركة إذن هيتأثر بقوة مغناطيسية اللي هي الإبهام دشير إلى القوة المغناطيسية القوة المغناطيسية طلبتنا لعزا هتكون عندي بالمقدار FB تساوي كيو V كروس B طلبتنا لعزا إهنانا قلنا V كروس بي باعتبار عند أتعامل مع السرعة وهي كمية متجهة وكثافة الفيض المغناطيسية بي أيضا كمية متجهة فمن أضربهم ضرب اتجاه وإذا أفتح ال FB حصير عندي كيو V بي ساين ثيتأ ثيتأ هي الزاوية المحصورة ما بين V وما بين B إذن معناها عند قف الجسيم المشحون بصورة عامودية في مجال المغناطيسي أولا سيكون عندي يتأثر بقوة مغناطيسية مقدارها كيو V كروس بي فتحنا الكروس كيو V بي ساين ثيتأ وأيضا حيكون مسار يتخذ مسار دائريا يعني بالضبط بهالصورة حيكون يتأثر هايا باعتبار هايا ال FB القوة المغناطيسية طلبتنا العزاء هايا في خالة الجسيم مشحون بشحنة موجبة أما إذا كان بشحنة سالبة أيضا يتأثر بقوة مغناطيسية لكن حيكون اتجاه قوة المغناطيسية وين؟ نحو الأسفل إذن أنه عند قف الجسيم المشحون في مجال مغناطيسي بصورة عامودية سيتأثر بقوة مغناطيسية مقدارها QV كروس B أي QV B ساين ثيتا منوثيتا هي الزاوية المحصورة ما بين V وما بين كثافة الفيض المغناطيسي أما شكله هيتخذ شكله عاموديا ويتخذ مسارا دائريا هاي هنا إذا قذف الجسيم المشحون بصورة عامودية والجسيم طلبتنا تركز عليها مشحون بشحن Q موجبة ننتقل إلى السؤال البعض يعني لحد هنا عرفت أنه عند قذف الجسيم المشحون في مجال كهربائي يتأثر بقوة كهربائية ويكون شكله موازي لخطوط المجال الكهربائي أما عند قذف الجسيم المشحون في مجال مغناطيسي سيتأثر بقوة مغناطيسية مقدارها QVB ساين ثيتا وقلنا ثيتا هي الزاوية المحصورة ما بين V وما بين B أما شكله هيتخذ مسارا دائريا ننتقل طلبتنا العزاء إلى السؤال الثالث السؤال الثالث يقول السؤال الثالث طلبتنا العزاء السؤال حول قاعدة الكف اليدي اليوم أنه عندي السؤال يتناول قاعدة الكف اليدي منها يقول كيف يمكن تحديد اتجاه القوة المغناطيسية FB المؤثرة على جسيم المشحون بشحن كيوموجبة تحرك بسرعة V باتجاه عامودي داخل مجال المغناطيسي المنتظم كثافة فيضه ب طلبتنا العزاء هنا سنستخدم قاعدة الكف اليد اليوم قاعدة الكف اليد اليوم دائما هي أنه تدوير الأصابع تشير إلى تحديد اتجاه المجال المغناطيسي ودائما ودائما المجال المغناطيسي دائما سيكون طالع كأنه طالع من راحة اليد من نانا هذا معناته المجال المغناطيسي والأصابع لاتجاه السرعة يعني الانطلاق الشحنة أو الجسيم المشحون الشوان ده ينطلق أما الإبهام فيمثل اتجاه القوة المغناطيسية وهذه بالنسبة كل المادة نحصل إلى الجسيم المشحون بشحنة موجبة أعيد طلبتنا الأعزاء أنه دائما المجال المغناطيسي كأنه طالع من راحة اليد والأصابع إلى اتجاه السرعة أي انطلاق الجسيم المشحون وبتدوير أصابع اليد يعني معناها الزاوية طلبتنا العزاء ستكون هذه الزاوية المحصورة ما بين V و B الأقرب إلى راحة اليد والإبهام يمثل اتجاه القوة المغناطيسية إذن نقرأ إجابتنا يقول أولا يقول حسب قاعدة الكف اليد اليوم فعند تدوير الأصابع من F يحدد اتجاه ال F والإبهام يمثل B نحو يعني باعتبار أنه الأصابع تمثل V والإبهام تمثل القوة المغناطيسية وطلبتنا إحنا قلنا الفيض المغناطيسي دائما كأنه خارج من راحة اليد يعني من نالسة باعتبار وهذه لفة الأصابع سرعة V والتدوير ما تحيكون الزاوية محصولة ما بين V و B والإبهام إلى اتجاه القوة المغناطيسية نتحول إلى السؤال نتحول إلى السؤال البعد ونشوف هذه القوة المغناطيسية اللي هي بالسؤال الرابع يقول على ما تعتمد القوة المغناطيسية المؤثرة في جسيم المشحون يتحرك داخل مجال المغناطيسي المنتظم نعيد أقول على ما تعتمد القوة المغناطيسية المؤثرة إحنا قبل قليل طلبتنا العزاء حددنا شون أحدد اتجاه القوة المغناطيسية قلنا حسب قاعدة الكف اليد اليوم نحن هنا أريد نعرف على ما تعتمد القوة المغناطيسية طلبتنا العزاء في جسيم مشحون يتحرك داخل مجال المغناطيسي منتظم طلبتنا العزاء إحنا قبل قليل قلنا القوة المغناطيسية FB تساوي QVB ساين ثيتا إذن من أجي يقول لي على ما تعتمد فأقول لي أولا تعتمد على مقدار الشحنة Q اثنيا تعتمد على مقدار السرعة V وثلاثة كثافة الفيض المغناطيسي وأربعة الزاوية ثيتا الزاوية ثيتا المحصورة ما بين متجه السرعة V وما بين متجه كثافة الفيض المغناطيسي أعيد القوة المغناطيسية مقدارها يعتمد على مقدار الشحنة الكهربائية أي مقدار شحنة الجسيم واثنين سرعة الجسيم مشحون وثلاثة كثافة الفيض المغناطيسي وأربعة الزاوية المحصورة ما بين متجه السرعة ومتجه كثافة الفيض المغناطيسي يعني طلبتنا عرفت أن القوة المغناطيسية مقدارها يعتمد على الشحنة على كثافة الفيض وعلى مقدار السرعة وعلى الزاوية ثيتا أما شون أحددها فقلنا نحددها حسب قاعدة الكف ليد اليوم مثل ما ذكرنا بالسؤال السادق ننتقل طلبتنا الأعزاء إلى السؤال البعد اللي هو السؤال الخامس هنا طلبتنا الأعزاء أريدك شوي تكون مركز وياي إلى صيغة هذا السؤال في قانون القوى المغناطيسية FB المؤثرة على جسيم على جسيم إحنا نعندي في قانون القوى المغناطيسية المؤثرة على جسيم يتحرك بسرعة في عمودي داخل مجال المغناطيسي وضح متى تكون القوى بمقدارها الأعظم ومتى تساوي صفر خلي ننتقل آن وياكم أكثر من أربع مرات طلبتنا الأعزاء أعيد هذا السؤال أريدك تركز عليه وتقرأ أكثر من أربع إلى خمس مرات طلبتنا داي يقول في قانون القوى المغناطيسية اللي تكلمت قبل قليل عنها وعرفتها علي من تعتمد وشون حددتها المؤثرة على جسيم يتحرك بسرعة V عمودي داخل مجال المغناطيسي وضح متى تكون القوى بمقدارها الأعظم ومتى تساوي صفر عرفنا السؤال طلبتنا الأعزاء وقرأنا أكثر من مرة ننتقل إلى أجابة طلبتنا الأعزاء ونشوف شون جاوبونا على هذا السؤال السؤال عندي هنا طالبنا أولا عباس ياسين جاوبنا عن السؤال السؤال الخامس شوف شون جاوبنا الطالب يقول في قانون القوى المغناطيسية المؤثرة على جسيم يتحرك بسرعة V عمودي داخل المجال مغناطيسي وضح متى تكون يكون بمقدارها الأعظم إذا كانت ثيتا تسعين زين زين وتساوي صفر إذا كانت ثيتا تساوي صفر عاشت إيدك ابني وتمام هذا كلامك جدا منطقي في حالة لو أرجع السؤال أرجع إلى سؤال سؤالي دا يقول في قانون القوى المغناطيسية المؤثرة على جسيم يتحرك وهذا الجسيم يتحرك بسرعة V عمودي داخل المجال إذن هاي إجابتك عاشت إيدك عليها فيما لو كلمة عمودي أولا ما موجودة لو كانت كلمة عمودي ما موجودة إذن معناتها ستكون بمقدارها العظام عندما تكون الثيتا تسعين أي زاوية تسعين وأخذ وتكون صفر في حالة إنه يكون بشكل موازي إذن عاشت إيدك فيما إذا لو كان الكلمة عمودي ما موجودة نرجع إلى الملاحظة الأهم طلبتنا العزاء إن هذا الجسيم بالسؤال ما ذكر إنه جسيم مشحون إذن إهنانا معناته ما حي تأثر بأي قوة مغناطيسية لأن أنا قبل السؤال القبلة اللي ذكرناه أرجع أرجع إذا أرجع على الأسئلة طلبتنا الأعزاء انتبهوا ياين يقول السؤال مالتي السؤال شوفوا طلبتنا الأعزاء إنه السؤال الأول ده يذكر إنه جسيم مشحون والسؤال الآخر أيضا وأيضا السؤال الثاني ده يذكر إنه أيضا طلبتنا الأعزاء ده يقول لي جسيم مشحون بشحنة موجبة إذن معناته هنا السؤال الثالث البعد همينا أيضا ده يذكر شنو عندي هنا السؤال الثالث السؤال الثالث ده يذكر أيضا نحن عندي تحديد على جسيم مشحون إذن شوفوا الأسئلة كلها ده يتأثر في حالة يكون الجسيم شي يكون الجسيم مشحون وأيضا إذا طلبتنا الأعزاء ننتقل إلى السؤال الرابع أيضا ده يتأثر بيمن بالجسيم المشحون يعني أيضا معناته كله تعاملت مع جسيم المشحون لكن هذا السؤال هذا السؤال انتبه عليه إحنا دائما نقول بالفيزياء طلبتنا الأعزاء كل كلمة بها معنا فأنا فأنا أريدك تركز إحنا بهذا السؤال جسيم يتحرك بسرعة فيه إذن هو ما طال جسيم مشحون أو لا معناته أن جسيم فقط جسيم ما مشحون لقل شحن موجبة ولا شحن سالبة إذن معناته لا يتأثر لأنه جسيم اعتيادي يعني لا عنده شحن موجبة ولا عنده شحن سالبة إذن إذن معناته جوابنا يكون لا يتأثر الجسيم بأي قوة ليش لأنه جسيم غير مشحون التركيز ثم التركيز فيه لأنه فيه مادة الفيزياء طلبتنا العزاء كل كلمة بها معنا يعني إحنا بس بمجرد شلنا كلمة مشحون تغير فكرة السؤال كلها تغيرت إذن نروح على هنا شوف الطالبة الأخرى اللي إجتنا إجابتها المبدعة سما ناجي الطالبة سما ناجي من ثانوية القادسية للبنات نشوف شون اتعاملت هي السؤال الخامس هنا السؤال الخامس السؤال الخامس طالبة طالبتنا المبدعة سما ناجي شوف شون الصرفة هي السؤال طالبتنا العزاء هي خلت من يمها إنه في قانون القوة المغناطيسية المؤثرة في جسيم المشحون مشحون هي خلت كلمة مشحون وتعاملت مع السؤال وقلت لأنه في حالة إذا كانت جسيم المشحون يتحرك بسرعة عمودية إذن معناتها بعض المقدار لأن ثيتا ستكون 90 وإذا كان موازح ستكون ثيتا 0 وبتالي ما عندي أي قوة لكن هنا طالبتنا أريد تنتبهين إلى كلمة بسرعة عمودية إذن النقطة الأولى فقط تكون عدة صحيحة ماما لكن النقطة الثانية انتبه طالبنا العزيز انتبهوا طالبتنا العزيز هنا معناتها إذا أشيل كلمة عمودي إذن سيكون السؤال أوكي في حالة أنه الجسيم يكون مشحون أما إذا ما ذكر لي بالسؤال الجسيم مشحون فمعناتها لا يتأثر بأي قوة فطالبتنا سما هي من ذكائها ومن حرصها ومركز على هذه النقطة كلمة هي كتبة من سؤالها كتبة في جسيم مشحون إحنا بسؤالنا ما كو جسيم مشحون لكن هي ذكرت أن جسيم مشحون حتى تريد تتعامل لكن سما ماما انتبهي حبيبتي لكن أنه السرعة يجب لازم شنو أيضا أشيل كلمة عمودي حتى أخذ بمقدار هالأعظم عندما تكون عامودية وتكون صفر إذا كانت موازية عاشت إيدكم طلبتنا الأعزاء وأريد هذا التواصل الويانة اللي فيتكم شون تتعاملون مع الأسئلة شون تجاوبون ودائما طبعا أنا ما أنسى كثير من الطلبة يعني بعثوا بأسئلتهم وعفوا بأجوبتهم لكن تعرفون الوقت ما يسمحنا ليعرض كل الإجابات ننتقل الآن إلى السؤال السادس السؤال السادس طلبتنا الأعزاء يقول أرف قوة لورنس واذكر أهم تطبيقات هالعملية طبعا قوة لورنس أريد أشوف قوة لورنس هي شنهية قوة لورنس تتعامل عندما نقذف الجسيم المشحون في مجال كهربائي ومغناطيسي في آن واحد ويجب أن يكون المجالان متعامدان إذن في حالة قذف الجسيم المشحون في مجالين كهربائي ومغناطيسي متعامدان وفي آن واحد سيتأثر الجسيم بقوة لورنس يعني طلبتنا الأعزاء قبل شوية ذكرت بالأسئلة السابقة أنه قذفت الجسيم فقط في مجال كهربائي وعرفت شون يتعامل والسؤال البعض قذفت في مجال مغناطيسي وطبعا هذا كل الحتي إلى الجسيم المشحون وعرفت شون يتعامل لكن بهذا السؤال قذفت الجسيم في مجالين كهربائي ومغناطيسي متعامدان وفي آن واحد في حالة قذف الجسيم في مجالين كهربائي ومغناطيسي يتأثران يتأثران بقوة لورنس هي محصلة قوتين كهربائية ومغناطيسية يؤثر بها منه مجالين منتظمين متعامدين الأول كهربائي والآخر مغناطيسي على جسيم مشحون طلبتنا شوي يركز على جسيم مشحون يتحرك بصورة عامودية على هذين المجالين وتستثمر في التطبيقات العملية مثل انبوبة الأشعة الكاثودية للتحكم في مسار الحزمة الألكترونية الساقطة على الشاشة يعني احتمال يقول لي مو تطبيقاتها يقول لي أين تستثمر نفس الشي طلبتنا العزاء تطبيقاتها أو استثمارها هي في انبوبة الأشعة الكاثودية في السيطرة على مسار الحزمة الألكترونية الساقطة على الشاشة أعيد الإجابة عرف قوة لورنس هي محصلة قوتين كهربائية ومغناطيسية يؤثر بها مجالين منتظمين متعامدين الأول كهربائي والآخر مغناطيسي على جسيم مشحون يتحرك بصورة عامودية على هذين المجالين وتستثمر في التطبيقات العملية مثل نبوبة الأشعة الكاثودية للتحكم في مسار الحزمة الألكترونية الساقطة على الشاشة إذن ننتقل إلى السؤال السابع السؤال السابع طلبتنا العزاء هنا يقول لي أرف الحث الكهرومغناطيسي اللي هو أساس الفصل ما لاتنا الفصل الثاني هو الحث الكهرومغناطيسي أن الحث الكهرومغناطيسي عندي مجال مغناطيسي أريد أحصل على مجال كهربائي فإحنا أريد أعرف شنو معنات حث كهرومغناطيسي الحث الكهرومغناطيسي طبعا دائما هي ظاهرة توليد قوة دافعة كهربائية محتثة وتيار محتث في دائرة كهربائية مقفلة سواء كانت هيدر حلقة موصلة أو ملف سلكي نتيجة حصول تغير بالفيض المغناطيسي لوحدة الزمن الذي يخترق تلك الدائرة طبعا طلبتنا الأعزاء إحنا القوة الدافعة الكهربائية المحتثة اللي إحنا دنقول عليها اللي هي إي إندكشن يقول تتولد نتيجة حصول تغير بالفيض المغناطيسي لوحدة الزمن يعني إلى ت وهذه هنا نقو طبعا نخلي الإشارة السالبة ترجع إلى قانون لنز ونخلي الآن إذا عدي ملف يتكون من عدد من اللفات وهذا إذا تولد وعندي دائرة كهربائية مغلقة فأكيد حيتولد عندي الآي إندكشن قصدي التيار المحتث اللي هو الإي إندكشن على آر فإذا حث الكهراء مغناطيسي هي ظاهرة تولد قوة دافعة كهربائية محتثة نتيجة حصول تغير بالفيض لوحدة الزمن وينساب تيار محتث في دائرة كهربائية مقفلة يعني قضية حلقة موصلة مقفلة أو ملف سلكي نتيجة حصول تغير بالفيض لوحدة الزمن وينساب التيار قلنا الإي إندكشن هو إي إندكشن على آر أعيد إنه ظاهرة الحظ هي ظاهرة توليد قوة دافعة كهربائية محتثة وتيار محتث في دائرة كهربائية مقفلة حلقة موصلة أو ملف سلكي نتيجة لحصول تغير بالفيض المغناطيس لوحدة الزمن الذي يخترق تلك الدائرة هذا هسا ننتقل إلى السؤال الآخر هسا نجي طلبتنا الأعزاء القوة الدافعة الكهربائية المحتثة اللي عرفت شون تكوت شنو شروط تولتها أكيد حصول تغير بالفيض المغناطيس الذي يخترق الدائرة لوحدة الزمن وهذه يكون الدائرة مغلقة حتى ينسى بالتيار المحتث مثل ما ذكرنا بالسؤال السابق يعني هاي القوة الدافعة الكهربائية المحتثة الشرط الأساسي إنه شون تتولد عندي تغير بالفيض المغناطيسي سواء كان هذا التغير إيجابي أو نقصان ما العلاقة المهم تغير هذا التغير شي يولد لي قوة دافعة كهربائية محتثة وفي حالة كانت دائرة مغلقة إذن سيتولد التيار المحتث آي اندكشن ننتقل إلى السؤال البعض السؤال التاسع طلبتنا العزاء شوية همينا سؤالنا عن الحظ لكن يقول ما هي العوامل التي تعتمد عليها قوة دافعة كهربائية المحتثة الحركية اللي إحنا نقولها ايموشنال طبعا طبعا الحركية مادام حركية طلبتنا العزاء إذن آني داءت عامل ويساق وهاي الساق الموصلة أحركها بصورة عامودية في مجال مغناطيسي المنتظم كثافة فيضه بهذا عندي المجال المغناطيسي المنتظم وأخذت هاي الساق الموصلة حركتها بصورة عامودية بهاي الحالة طلبتنا العزاء حيتولد عندي شنو تتولد قوة دافعة كهربائية محتثة لكن أسميها حركية لأن تتولد نتيجة حركة الساق في المجال المغناطيسي المنتظم يعني معناها أنه أقدر أقول أنه هذه القوة الدافعة الكهربائية المحتثة الحركية هي حالة خاصة من حالات الحث الكهربائية المغناطيسي اللي تكلمنا عنها قبل قليل يعني أنه تولدت قوة دافعة الكهربائية لكن حالة خاصة عندما تتحرك الساق بصورة عامودية في هذا المجال المغناطيسي المنتظم اللي كثافت فيضه وإذا كانت اتميل بزاوية فأكيد ندخل الزاوية ثيته فخلي نشوف شن العوامل اللي تعتمد عليها القوة الدافعة الكهربائية المحتثة الحركية الإيموشنة أولا طول الساق الموصلة ثانيا السرعة اللي تتحرك بها الساق سواء كانت السرعة نحو اليمين أو نحو اليسار المهم عندها سرعة تتحرك بها الساق الموصلة ثلاثة كثافة الفيض المغناطيسي بي وأربعة هي اللي هي أهم نقطة عندي اللي هي وضعية الساق للفيض المغناطيسي أي الزاوية المحصورة ما بين بي وما بين في يعني إذا كانت بها الاتجاه في وهنا عندي الفي فحتكون عندي بصورة عمودية يعني معناها أنه العوامل التي تعتمد عليها القوة الدافعة الكهربائية المحتفة الحركية الإيموشن هي طول الساق واثنيا السرعة التي تتحرك بها الساق وثلاثة كثافة الفيض المغناطيسي وطلبتنا العزاء أهم نقطة هي وضعية الساق للفيض المغناطيسي أي الزاوية المحصورة ما بين متجه السرعة في وما بين متجه كثافة الفيض المغناطيسي ودائما طلبتنا العزاء أتمنى أن تتواصلون ويانا في عرض إجاباتكم ودائما مثل ما أقول لكم أنه الفيزي حاول تركز بيها لأن كل كلمة إحنا عدنا بها معنى وأتمنى من جميع طلبتنا المشاركة في حل أجوبة الأسابيع القادمة إن شاء الله والتوفيق للجميع وشكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة